نصح معهد المجلس الأوروبي للعلاقة الخارجية عبر تقرير كل من واشنطن وطهران عدم التضحية باستقرار العراق من أجل طموحاتهما الجيوسياسيا أوسع وأوضح أن الاشتباك والتوتور بين الفصائل والقوات الأمريكية يجعل العراق عالقا مجددا ما بين قوة إقليمية وأخرى دولية ما يعرضه لتهديد كبير يجره إلى صراع أوسع وهو ما سيكون بمثابة كارثة وأعتبر التقرير الأوروبي أن الدعم الأمريكي لإسرائيل في حرب غزة جعل الأمر أكثر صعوبة لمنهم ضمن المعسكر المعتدل في العراق لفت التقرير إلى أن العراقيين قد لا يتفقون مع التكتيكات التي تبنتها الجماعات المسلحة إلا أنهم يدعمون الفلسطينيين ما يستوجب الضغط على كل من واشنطن وطهران لعدم التضحية باستقرار العراق من أجل طموحاتهما الخاصة وأن الولايات المتحدة وإيران لا ترغبان في الدخول بصراع مباشر بالإضافة إلى الدول المهم الذي يلعبه العراق في دعم الاقتصاد الإيراني فلا بد أن يكون لهما مصلحة مشتركة في الحفاظ على هذا الاستقرار